السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم يا أخوان اليوم يا أخوان راح نتكلم عن النخلة الشجرة التي لا يختلف عليها أحد محبوبة الكل التمرية ورطبية المهم الموضوع عن النخيل النسجية يا أخوان ليش نفضل مثلا النخيل النسجية القوة الجذرية التي نلاحظها هذه تساعد النبات أو النخلة على امتصاص العناصر الكبرى والصغرى من الأرض بصورة طبيعية وأسرع من القطايا هذه منتهي منها فقوة النخلة تكون في النخيل النسجية يعني تكون نموها أسرع وقوتها حتى يعني قوتها في النمو في حجمها في تضخمها يكون أسرع سبحان الله والسبب شو؟ الجذر الجذر القوي فميزة النخيل النسجية أنها سريعة في النمو سريعة في الإنتاج يا أخوان مقاومة لسوست النخيل لأسباب عدة يعني هذه مثلا ما مأخوذها من أم متزاحمة ويمكن تكون فيها مثلا بيوض سوست النخل وكذا فيا يتنك من المختبر تكون نظيفة ما فيها هذه الأمور طبعا منت الثمر منت الثمر هي نخلة حالها حال أي نخل ولكن اهتمامك فيها عنايتك فيها سرعة نموها يا أخوان لاحظنا في كل الجماعة اللي زرعوا نسائج أو نخيل نسيجية سرعة في النمو وقوة لشجرة النخلة أو شتلة النخلة أو فسيلة النخلة أفضل من القطايا وهذا دليل أمامكم يا أخوان يعني الجذر دائما يوم يكون قوي تكون صحة النبات في أفضل حال لأنه هو اللي يمتصل عناصر الصغرة والكبرى وتسميدك وعنايتك بنخلتك يوصلها لأفضل نتائج بإذن الله تعالى والحديث اليوم عن النخيل النسيجية اللي طالع صراحة في السوق ونخيل راقية ونادرة إن شاء الله والواحد الي بيزرع يزرع لا شيء يستفيد منه ودائما يأكل منه ويقول الحمد لله معاي نخلة طيبة ومعاي شجرة طيبة ومعاي نبات طيب فاللي بغينا نقوله بس نتكلم عنه أن النسيجي دائما يعني لي حظ وافر من ناحية القوة ومن ناحية سرعة النمو والله يوفق الجميع ترجمة نانسي قنقر